معي على التليفون الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب والكاتب الصحف أستاذ مصطفى مساء الخير مساء خير سيد عمر أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى يعني طيب ما هو الأستاذ فريد الديب بيقول أنه موكله موجود في أحد المستشفيات لتلقي العلاج يعني مهربش يعني أنا لدي الخطاب الذي أرسلكه وزارة الداخلية إلى نيابة وسط القاهرة من حقنا أن نتسائل هذا الخطاب الذي وصل إلى النياب والذي نشر فيه كافة وسائل الفحف والإعلام يقول أن الداخلية لم تعثر على حبيب العدلي في منزله ومن ثم فالأمر الطبيعي أنه هرب من هذا المكان إلى مكان آخر اختفى فيه في الفترة الماضية عندما يقول المحامي فريد الديب الموكل عن حبيب العدلي إن موكله موجود في أحد المستشفيات أعتقد أن هذا الأمر اللي يخفى عن وزارة الداخلية لو كان موجودا بالفعل في أحد المستشفيات أعتقد أن الوزارة سترقي القبض عليه وتسلمه إلى المحكمة على الفوت كافة أن المحكمة طالبت بسرعة القبض عليه واليوم رفضت الإشكال المقدم منه في الحكم وقررت استمرار تنفيذ الحكم نحن أمام قضية هامة وخطيرة أن يهرب شخص بوزن حبيب العدلي وزير داخلية أسبق من منزله وهناك حكم صادر ضده هذا أمر يدعو إلى التساؤل وعلمات الإستفام من وراء تهريب حبيب العدلي كيف وهناك حراسة موجودة حول حبيب العدلي تمكن من الهرب من هذه الحراسة طبعا طلب الإحاطة قدم لهذا الغلط نريد أن نستمع من السيد الوزير عن أوجه التقصير التي كانت موجودة في هذا الإطار نحن نعرف أن هناك حراسة خاصة تحول حبيب العدلي إذا كان هناك أحد تواطئ في ذلك فماذا جرى؟ نريد أن نفى من حقيقة كاملة هل بالفعل عرب من منزله أم من مكان آخر؟ طب أستاذ مصطفى أنا أسألك دلوقتي ككاتب صحفي مش كعضو مجلس نواب يعني خلال الساعات الماضية من ساعة ما حضرتك تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس لغاية هذه اللحظة اللي حضرتك بتكلمني فيها ما جاتلكش أي معلومات كصحفي أن حبيب العدلي موجود في مصر خرج بر مصر يعني لا أحد يعلم ولا حتى وزارة الداخلية لديها معلومات وإلا كانت قالت هذا الأمر لكن بالخطأ يعني أنا أشكر في أنه يمكن أن يكون قد خرج خارج البلاد ولكن بالتأكيد موجود داخل مصر في مكان ما وزارة الداخلية أعتقد أنها يعني تعليمات سيد الوزير كما علمت أنه ضرورة البحث عنه سريعا وتسليمه في أسرع وقت ممكن إلى العدالة التي تنفيذ هذا الحكم متى يحدث ذلك كيف يتم ذلك كل ذلك لا يغني عن أن هناك تقصير قد حدث من المجموعة الأمنية التي تحرص حبيب العدلي والتي في ضوءها تمكن من الهرب إلى منطقة ما لا أحد يعرفها حتى الآن وحتى يعني كلام أو الكلام اللي خلينا نقول بشكل دقيق الكلام المنسوب للأستاذ فريد الديب اللي هو بيقول فيه أنه موكله موجود داخل إحدى المستشفى لتلقي العجاب العلاج يعني برضو كلام يعني يطرح التساؤل أكثر ما يجيب على أين حبيب العادلي يعني طب إذا كان موجود في إحدى المستشفى متقول على اسم هذا المستشفى وخلاص ويدار مداخلك شر بالتأكيد وإذا كان موجود أنه لأطباء أقرب البقاء في المستشفى فتو فيبقى في المستشفى ولكن لا أظن أنه موجود في أحد المستشفى بيحام الأحوال وزارة الداخلية يعني تعليمات لكل الأماكن وعلمت اليوم المصدر أمني مهم أن سيد وزير الداخلية طالب بأن يتم القبض عليه في أسرع وقت ممكن ويعني عقد اجتماعا خاصا لهذا الغرض فأي مستشفى تلك التي يمكن أن يختبئ فيها حبيب العادلي أو يجلب فيها لتلقي الإناج يعني لا أعرف على أي أساس كي لهذا الكلام ولكن ما أعرف أن الداخلية تبدل جهودا الآن من أجل القبض على حبيب العادلي أشكرك شكرا جزيلا نائب الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي ترجمة نانسي قنقر